طبعا قوم بديو مقطع يا حبايب اتمنى من الكل انو يشترك بالقناة نحاول نوصل 40000 و 50000 مشترك بأسرع وقت فالكل ينزلوا وحفت زر اللايك ونوصل اكثر من 50000 لايك ويشتركوا بالقناة ويلا عمود نستمر بتنزيل كومي القوي الخبار واللي عادنا عن يا رمار ووصول احسبها بالانستجرام للثمانمئة الف متابع فان شاء الله الف مبروك و اقبال 20 مليون يا رب وطبعا نتنسون يا حبايب انو تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز وطبعا يا رمار نزلت على هسباب الانستجرام شوية استوريات وبهذه اللي صورة الواضح انو هي كانت كونيش مرضانة وبنسب الوقت يا حبايب قاعد بتحسف الى وصولها 800000 متابعة الانستجرام وكلم مهم كل ايش احطوكم بالاستوريات شفوها يا جماع انا حابة كثير اتشكركم على العدد اللي وصلنا له 800000 بس انا عن جد اسفة كثير معا محسن نزل للكون ولا اي استوري لانو كثير تعبعا بوسوطي لايح بس شكرا كثير كثير للكون للدعم الفضيع اللي وصل دي وقفتكم معي وجنبي يعني جد موسوطة من كل اللي عندي جمهور كبير مثلكون فحابة احتفالا بال800000 اللي وصل دا لاني ننزل بوسوط فانو رح اتلكون تصويت وقولولي اي ساعة حابة ينزله وبنسب الوقت يا حبايب باريش دادت هجم على النورمار فباريش نزل على هسباب الانستجرام شوية استوريات وبهذه الاستوريات تقول بها انو انا ما بكذب لما بطلع وبحكي الشي هو ما دي يكذب فوقعوا الفترة حتى باحد الفيديوهات وقال بها موضوع معين ممكن اتخسر يقول انت خاين او انت كذب وشوي شوي اندبين ان هو حق انو الله مع الحق وبحبكم ولي هو يقصد بي الفيديو هين نزلهم على النورمار وصار يقول انه قمر مار هيكوش مظلومة رح تطلع من الفريق باطل اخترتكم اياها شوفوها يا جماعة قمر مضغوط كثير جوه محبوس ومهددينه كثير مجبور يضل بالفريق لانه اذا بطلع من الفريق عشرين الف دولار رح يتبع فالنوع المال الكلام اللي قال باريج دادا صار بعض الواقع وما بالنسبة القمر مار يا حبايب فشو نصار بيها فقمر مار سويت شي يكونش غريب ولي هو انه شارلت الفورو من حساب يا رمار بالانستجرام وبنسبة الوقت شارلت الفورو من حساب ايمو مار بالانستجرام فهي من اشخاص دي السالون صار حاليا وهل من ممكن انه ترجع الفريق نورمار وشوي التوقعات اقول اصار يقولون بها وبهذا التوقعات يا حبايب مو اكد ولكن يمكن تكون فعليا حقيقية وهي انه استورياتي حبا بننزلتها بالبداية شانتقول انه هي بقى في فريق نورمار ولكن بعدها بنصعب بعدين قالت انه هي طلعت من فريق نورمار فيقولون انه سبب الحقيقي ورا هذا الموضوع والتهجوم انتعرضتها بسبب نزوء احلى الحجاب فحبا تقول انه هي طلعت من فريق او مسوينها عن ما جدل الناس تنسى خصصة الحجاب وبعدين تقول انه هي احترجع الفريق يمكن طبعا الموضوع مواكيد مادر الصراحة اكتبنا بالقوم انتعشر لكم بهذه التحريرات اللي صارت عن الموضوع هل لو قمر رح ترجع الفريق نورمار او لا وطبعا هناك خبره واي ينتشر باخر فترة والي هو عن مدير اعمال نورمار والي هو السابق حسين الصباغ والي يقول بي انه نورمار حاليا ذي يرفع قضية على البنات يارو قمر يارو قمر هم اللي يحفوزون بها القضية فتا يقول انه العقود اساسا اللي مسويها النورمار وي البنات هم اساسا هذه العقود غير صحيحة والي هو اذن اللي تطلعوا من الفريق خمسة لابدولار رازم يدفعون ولكن اساسا هذا الشيء غير صحيح انه هذه العقود كلها اساسا غير واقعية او ما لها اي وجود وانما بلعك السيارة قمر هم اللي يقدرون يرفعون القضية على النورمار انه هو قاعد يبتزهم او هو قاعد يشغلهم وهم مقاصر تتقون يا حباب ممكن من قمر مار او يارمار يرفعون القضية على النورمار ويدخلوا للسجن انه هو ممكن يدخل للسجن طبعا هذا الشيء نفسه اتصار بالسابق وهي اياسو لمطاعد من فريق فالفلبو اللي لما تشارت هي اقل من 18 سنة فالعقد اللي كان هنا بين وسام هو عقد غير قانوني لانه يتقل اقل من 18 سنة فالعقد غير قانوني واخر شيء يا حباب حب نشجع عليه وهو برهم متهجم على النورمار فبرهم نزع له ثباب الانستغرام شوية ستوريات وبهذا الستوريات بالبداية اللي كان يقول بها اسمعت صاير طوشة بين فريق نورمار بعد ان نشر ستوري واحد المتابعين قاعد يسيب نورمار فيقول احا هذون سالاشخاص اللي كانوا يدافون عن نورمار يسيبوني بعد ان نزل هذا الستوري قل بي نور الشخص ما يستحكوا شوي يخسر شخص من فريقه ولازم يارا تعلم كيف تتصرف معه فافتمنوا يا حباب بالكومنتات شواريكم اللي قاعد يصر حاليا فريق نورمار من التخبطات من الوضع وهتتوقعون قمره ممكن ترجع الفريق ولا وهو اشياء حبايب طبعا حكا اقولكم اياها كلها بالايام الجاية فاتمنى ملكوني يشترك بالقناة يا حبايب نحاول وسط 45000 مشترك باسرع وقت وبس جانا اكمل الفيديو من القصص ومع السلامة